السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإخوان فيديو على مقابلة اللي غادي جمع أولمبيك أسفي بالجيش وبعد صفحات معرفت واش قرأت واش متبعين هاد الخبار هو أنه الرجا أعطيت واحد المنحة مالية مهمة للأولمبيك أسفي باش يربحوا الجيش وبالتالي تدويب فارق النقاط مع الجيش اللي كما كان عرفه فارق ذلك خبر صحيح ولا كاذب مش هو المهم كيف ديما كان بعد الشائعات بعد المرات خاصنا نزيدوا الروجوهم ونزيدوا نتكلموا عليهم باش ينتشروا هاد الشي تيكون أحيانا في مصنحة الراجا فين تيكون في مصنحة الراجا خاصنا نهضروا من غير واش الخبار صحيح ولا كذوب هنا ما خاصنا نكذبوا الخبار وما خاصنا ننفيه واش متافقين معايا هاد الشي في صالح دينا كان الخبر صحيح ولا كذوب في صالح الراجا علاش في صالح الراجا لأنه غادي يدير واحد ضغط كبير على الجيش علاش يدير ضغط لأنه ما بقاش فقط فريق ولا الناس المسيرين ديال أولمبيك أسفي لديرين واحد المنحة اللاعبين ديالهم باش يربحوا الجيش ولكن ولا حتى الفريق المنافس معك البطولة اللي هو الراجا كذلك حاط واحد المنحة مهمة للفريق ديال أسفي باش يربحك وهد شي كامل غادي يتسبب للفريق العسكري في واحد الارتيبال وفي واحد الدوامة اللي تقدر تنتج واحد الضغط على اللاعبين ديال الفريق العسكري وهد شي كامل غادي يرجعوا وغادي يقولوا أنه في مصنحة الراجا يعني هد شي انتمنى المقابلات اللي بقاش جميع المنافسين ديال الجيش خاص الراجا تعطيهم منح في المقابل وهد شي بدون ما فيش أدنى شك خاص ترباح المقابلات ديالك والضغط على الفريق العسكري بالفوز ديالك زائد ضغط عليه بالمناح اللي كتعطي المنافسين دياله في المقابلات اللي ما زالين واش انتوما اخوان كيف بلكم هد طريقة واش يمكن تعطي واحد النتيجة صالح الراجا ولا فقط هي كالضر النادي كتر ما تنفعه وانتمنى بخصوص هذا الفيديو خصوصا تفاعلوا معاه وتخلوا الرأي ديالكم في الكومنتير وشكرا لكم من اخوان